السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب وردتني أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت أم البنين من السعودية تقول يا شيخ توفي والدي منذ أكثر من عشر سنوات وأمي ترفض بيع البيت الذي لا يسكنه أحد رغم أنها لا تحتاجه وأنا وأخي أعلم الله نحتاج المال لضيق ذات اليد طلبنا منها بالمعروف لكنها تقول لما أموت خذوه أختي أم البنين من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وبارك الله في العائلة أختي الفاضلة بالنسبة للتركة يستحقها الورثة بوفاة المورث وليس لأحد الحق أن يعتض على توزيع التركة كائنا من كان إلا إذا كان هناك مصالح راجحة كأن يكون مثلا كساد في السوق بيع البيت فيه خسارة يقول انتظروا مثلا ولا يجوز لا للوالدة أو الوالد على العكس يعني أن يعترض على بيع شيء مما تركه المورث ولذلك أختي الفاضلة هذه تبقى الوالدة فلاطفوها وبينوا لها الحاجة إلى حاجتكم إلى المال أقنعوها بهذا وقولوا لها بأن بقاء البيت هذا يعني ما الفائدة ستنقص قيمته ولن يستفيد منه أحد أنت ذكرت يعني لا أحد يسكنهم إذا استجابت الحمدل ما استجابت أدخلوا أطراف من عائلتكم أخوانها مثلا لخوالكم مثلا أعمامكم يعني النساء العاقلات الناضجات يكلمنها في هذا ويقولن هذا ظلم ما يجوز وهي تقول حتى أموت تلقى الله ظالمة هل هي الوالدة تريد أن تلقى الله ظالمة لأن بهذا الطريق هي ظالمة فكيف تقول وزعوه بعد وفاتي يعني هذا غير معقول ولذلك حذروها من أن تلقى الله ظالم إذا والله أصرت على ذلك لكم الحق الشرعي والقانوني والعقلي والعرفي أنكم ترفعون يعني إلى الجهة المحكمة هي لتتصر في توزيع التريك وبأسلوب حتى لو لم تشعر هي أن المحكمة الآن تطالبكم بتقسيم التريك مثلا بأسلوب بحيلة شرعية لا تفهم بأنكم أنتم مراء هذا الشيء بارك الله فيك يا أم البنين فاطمة من السعودية أيضا تقول جدتي أم أبوي حرمة كبيرة في السن ما تهتم للي زورها ولنا فترة ما زورناها مع العلم أننا نأخذ أخبارها وأنها بخير هل نعتبر قاطعين للرحم أختي فاطمة من السعودية بارك الله فيك لا شك بأن بأن الجدة من من الرحم بل من أقرب الرحم ولذلك صلتها واجبة وكون هذه الجدة ما تسأل لا يعني بأن الشخص يقول مدام أنه ما تسأل ما أزورها أصلا زيارة يا أخت الفاضلة لا يشترط فيها أن يسأل الشخص ليش فلان ما زارني لا ما يصلح هذه المعادلة الزيارة تكون ابتداء منكم أنتم زورين الوالدة زورين الوالد زورين الجدة زورين الجد مثلا العم الخالة العم الخال من دون سؤال وكون الجدة ساكتة ما تسأل ما تهتم ما يعني بأنكم يعني مثلا تقاطعونها أو تخلون بهذا الحق الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليكم وقضية أنكم تأخذون أخبارها ما يكل بعض الكبار في السن ما يفصح عما في صدره هو يحب الناس يزورونه لكن ما يحب يحرج الناس وما يحب أنه كذا فبادروا أنتم بارك الله فيك ورضي عنك أم خلدون من أمريكا بارك الله فيها تقول أنا عندي خربطة كثيرة في عدد الركعات وأصلي الفرض وما أصلي السنة ويعني أشعر بعدم تركيز أنا مقهورة جدا لخربطتي يوميا وأنسى كل شيء ويعني ذكرت أشياء كثيرة حول هذه المسألة أختي أم خلدون من أمريكا بارك الله فيك أول أختي الفاضلة الإنسان يجب عليه أن يتعلم أحكام العبادة التي يؤديها لله عز وجل لأن العلم مقدم على العمل العلم مقدم على العمل فأنت بارك الله فيك تحتاجين أن تتعلم أحكام الصلاة من الطهارة إلى أو آخر يعني كل ما يتعلق في الصلاة تتعلمين أحكام الطهارة تتعلمين أحكام الصلاة تتعلمين الفرق بين الفرض وبين النفل هذا مهم في كتب ولله الحمد كثيرة تقرأين فيها في برامج الآن ولله الحمد تعليمية لكيفية الصلاة وما هي شروط الصلاة وما هي مبتلات الصلاة هذه كلها مهم جدا فلذلك أختي الفاضلة فيما يظهر والله أعلم أن عندك خلل في هذا الأمر الذي هو أهم أمر فيما يتعلق بالعباد لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب فأنت تحتاجين إلى هذه الخطوة ولا تقولين والله وين أجد موجود إذا ما عندكم في المسجد في أمريكا مثلا أحد يدرس أو إحدى طالبات العلم الدرس موجود في القنوات موجود في القنوات كثيرة ولله الحمد نظيفة وتقدم المحتوى الجيد والمادة الطيبة موجود الآن مقاطع يعني حتى شرح صفة الصلاة ونحن في هذا البرنامج ولله الحمد سبق أننا سجلنا صفة الوضو صفة التيمم صفة المسعى الخفين وصفة الصلاة وصفة حتى صلاة المريض شرحناه موجود ولله الحمد فتقدمي خطوة يا أخت الفاضلة وتعلمي شيء من هذا القبيل الأمر الثاني إذا تعلمتي تستطيعين أن تعالج الخطأ الذي يحصل عندك في الصلاة من خلال الخربطة التي ذكرتها إذا نقصت ركعة في الصلاة كيف تعالجين إذا زدت ركعة كيف تعالجين إذا شكيت كيف تعالجين فرجوعك إلى هذه المواد العلمية الشرعية أنا أجز منه كفيل يساعدك بشكل كبير في أنك تتجاوزين هذه المرحلة من الخربطة في الصلاة أمر آخر أخت الفاضلة مهم جدا لكل مصلي عندما يأتي يصلي بأنه ذاهب إلى عباده وهي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا فشعور الإنسان بمثل هذا الأمر كفيل أيضا بإذن الله جل وعلا بمساعدته إلى مسألة الخشوع ومسألة يعني الاشتغال بالصلاة وليس الاشتغال بالوساوس والوالدات التي يرسلها الشيطان وهي جنود للشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان العبادة والطاعة فاحرصي بارك الله فيك إذا جيت تصلين أن تستشعري عظمة التي الآن تقفين أنت بين يديه سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليك ناظر إليك يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك واضح بارك الله فيك أمر آخر انصرفي عن كل المشوشات والمشغلات والصوارف جوال يعني مكان فيه تشويش مثلا وصلي في مكان يوفر لك بإذن الله تعالى مع هذه المعطيات التي ذكرتها لك الخشوع بحول الله تعالى وقوة دانا من الإمارات تقول إذا يوجد لدي حسابين بنك توفير وجاري الجاري للمعاشي الشهري والتوفير يتم تحويل مبلغ معين كل شهر السنة الإطافة طلعت زكاء عن التوفير وهالسنة المبلغ زاد لأني أنا أحول كل شهر حتى تاريخ هذا اليوم هل أطلع زكاء على الحسابين أم فقط على حساب التوفير اختدانا من الإمارات بارك الله فيك بالنسبة لك تخرجين الزكاء عن المال الذي تملكينه سواء كان حسابين أو ثلاثة أو عشر حسابات سواء كان عندك مال في المصرف وعندك مال أيضا في البيت كل هذا تخرجين زكاء تبارك الله فيك ولذلك قضية تعدد الحسابات هذا لا يؤثر في مسألة الزكاء إلا إذا كان والله عندك حسبة معينة والله هذا الحساب حول في رمضان وهذا الحساب حول في رجب مثلا وانت حاب أنك تمشين على هذه الطريقة ما فيش تقولي لا أنا أبغى أزكي مرة واحدة في السنة اجمعي كل ما عندك يا أخت الفاضن في الحسابين وأخرجي زكاة طبعا حساب الجاري هذا ما يزيد ما يزيد معروف حساب التوفير يزيد لماذا؟ لأن المصرف يشتغلك بهذا الحساب فتجيك أرباح أحيانا الأرباح هذه لا تجعل الله حول جديد زكاة زكاة أصلها فأنت تجمعين كل المبالغ اللي عندك وتخرجين زكاة بارك الله فيك أم أحمد من عجمان تقول يا شيخ خل علي شيء من الحرام إذا وفرت لأولادي المتطلبات بس أنا لا أشتري لنفسي احتياجاتي أأجلها لأنه لا يتوفر لي المال الأولادي أن يبوني بعدم توفير المال أجلب لهم كل ما يحتاجون أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك لا شك بأن الإنسان الذي يقوم على أولاده بمثل هذه الصورة من رعايتهم وتربيتهم والقيام على ضرورياتهم واحتياجياتهم أو حاجياتهم هذا لا شك بأنه إنسان يؤدي حق أو جبه الله عز وجل عليه وإن شاء الله سيكون يعني القيام بمثل هذا سيجد الإنسان بركته في نفسه وعمره وأولاده أيضا وفي ماله كونك أنت الآن تقدمين أولادك وحاجيات الأولاد وضرورية الأولاد على حاجياتك هذا يدل على رحمة في قلبك فأبشري بخير نبي عليه الصلاة والسلام يقول من من لا يرحم لا يرحم وإذا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن فأبشري بخير يا أخت الفاضل أنت إمرأة عظيمة المرأة التي فعلا تقدم اللقمة لأولادها قبل أن تأكل هذه اللقمة لا شك بأنها إمرأة عظيمة لذلك أنا أبشرك بخير واستمري على هذا الطريق طبعا الأولاد لما يأنبونك يعني هذا خطأ منهم إذا كانوا بالغين مثلا فإن هذا خطأ لا يجوز الأولاد أن يتعاملوا مع والدتهم بمثل هذه الطريقة يأنبونك مثلا ويتكلموا يقول وين المال مدام أنك ما تملكين إلا القليل اللي يكفي ضروريات ومحاجيات أنت محسنة ومع المحسنين من سبيل فيجب عليهم أن يتأدبوا معك ولا يتلفظوا معك بمثل هذه الألفاظ أو يجرحوا مشاعرك بمثل هذه العبارات هذا محرم ولا يجوز ويجب عليهم أن يصبروا كما تصبرين أنت إذا ما توفر المال يجب عليهم أن يصبروا بارك الله فيك ورضي عنك أم بشاير من السعودية تقول عطيه تاجر خمس آلاف يشغلها لي بعد ستة أشهر رجعها ثمانة آلاف أنا أخذ ثلاث آلاف لي وأرجع للخمس آلاف يشغلها من جد هل هذا حلال أم حرام أم بشاير بارك الله فيك ورضي الله عنك طبعا الأصل في التجارة الحلوى الجواز والإباحة ومن جملة ذلك الشراكات مثلا المضاربة والصورة اللي ذكرتها أنت هذا نوع من أنواع المضاربة المال من عندك والشغل من عند هذا الرجل فهو يشغلك المال ويعطيك أرباح الصورة اللي ذكرتها على حسب ما فهمت هذه محرمة ما تجوز أنك تشتريطين عليه يعطيك ثلاث آلاف ربح كل شهر مثلا هذا حرام لماذا هذا المبلغ المقطوع ربح ما لا يضمنه الإنسان ولذلك اخت الفاضلة إذا أردت أن تصححي هذه العملية التجارية فقولي له هذه خمس آلاف وتتفقين أنت وإياه على أن الأرباح خمسين بالمئة واضح خمسين بالمئة أحيانا يدخل عليك خمسمائة ريال أحيانا يدخل عليك عشر آلاف ريال ممكن تربح ربح عظيم مثلا ولذلك مهم جدا أن تذكرين النسبة خمسين بالمئة سبعين بالمئة ثلاثين بالمئة هذه التجارة أما تشترطين عليه يعطيك مبلغ مقطوع كل شهر هذا محرم ولا يجوز فتنبهي لهذا بارك الله فيك أمت الله من مصر تقول أنا أقوم بأعمال المنزل أجد نفسي أردد سورة الإخلاص ما تفسير ذلك أختي أمت الله من مصر بارك الله فيك تقبل الله عملك لا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل والإنسان الذي قلبه معلق بكتابه سبحانه وتعالى معلق بالقرآن يجد بأن يجري تجري القراءة على لسانه أحيانا من دون قصد لماذا؟ لأن قلبه معلق بالقرآن فالقرآن هجراه ديدنه شغله دائما يقرأ ودائما كذا فهذا شيء طبيعي أختي الفاضة وهذه علامة خير بإذن الله لأن الإنسان إذا تعود على العمل الصالح ثم يجد نفسه لا شعوريا يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل هذه نعمة من نعم الله ولذلك أحمد الله واشكر الله ولا ينبغي لك أن تفسرين تفسيرات أخرى لا لا أنت تعودت على قراءة القرآن وتعلقت بسورة الإخلاص فتجد نفسك أثناء الشغل في البيت تقرأينها فأحمد الله على ذلك بارك الله فيك وحرصي على زيادة القراءة وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى أم حاتم من ليبيا بارك الله فيها طبعا أم حاتم أرسلت سؤال طويل تقول يعني بأنها أم لأربعة أطفال وزوجها رجل طيب يخاف الله وتقول بأن هي تشتغل في الدولة وشغلي كويس وحياتنا طيبة وتقول تدخلوا أولاد الحرام وعملوا سحر تفريق وتشوي سمعة يعني إلى آخر ما ذكرت تقول أفسدوا حياتي بسحرهم دخل الشق قلب زوجي وتغيرت حياتنا صار ثمان أشهر بدون عمل قدمت أو صار لي ثمان أشهر بدون عمل قدمت استقالة رئيس عملي ما وافق كون ظروف الحياة صعبة يعني إلى غير ذلك تسأل تقول يعني ما العمل مع هذه الحوادث التي مرت بنا أختي الفاضل أم حاتم لا شك بأن هذا نوع من أنواع الإبتلاءات والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والجل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والجل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فهذا ابتلاء يا أختي الفاضل أنت كنت تمرين بحالة من الاستقرار الأسري والنفسي والوظيفي ثم ابتليت الأمر الثاني هؤلاء الذين تعرضوا لك ولزوجك بالسحر كما تذكرين لا شك بأنهم رسل الشيطان ووكلاء إبليس نسأل الله العافية والسلام ولذلك هؤلاء يعني ارتكبوا قادح من القوادح قوادح الإيمان قوادح العقيدة وسلك هذا المسلك الضار للإضرار بك وبزوجك في عملية نسأل الله العافية تدل على رقة الدين وضعف الإيمان هذا إن وجد إيمان عندهم وأيضا نسأل الله العافية والسلامة طاعة الشيطان ولذلك الله عز وجل قال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ولذلك اخت الفاضلة هؤلاء والعياذ بالله من شياطين الإنس الذين هم وكلاء عن إبليس وعن ذريته خاصة الإفساد عن طريق السحر الأمر الآخر أحرصي أخت الفاضلة أنت وزوجك على الرقية الشرعية ولا بأس بالاستعانة بأشخاص متخصصين في قضية الرقية وقضية السحر بشرط أن يكونوا على المنهاج السليم والطريق القويم من أهل طلبة العلم اللي على السنة ولله الحمد يساعدونكم في شيء من هذا القبيل ووكل أمرك إلى الله عز وجل ويحرص زوجك على أن أيضا يرقي نفسه وترقون أولادكم وصل الله تعالى لكم الحماية أبو إسحاق من ألمانيا يقول تلفط بالطلاق على زوجتي ما أعلم مرة مرتين أكثر هذا الأمر قديم على فترات متقطعة ما العمل حاليا علما أني أحاول أن أتذكر لكن دون جدوى أبو إسحاق من ألمانيا بارك الله فيك لا يخفى عليك بأن الطلاق هو حل عقد الزوجية الطلاق هو حل عقد الزوجية والطلاق شرعه الله عز وجل عندما تنعدم استمرارية الحياة بين الزوجين ويصلان إلى الطريق مسدود ومع ذلك يطلق الإنسان طلقة واحدة طلاق السنة في طهر لم يمسها فيه يعني ما جاء مع زوجته في هذا الطهر هذا كل تأديب من الله وتعليم من الله عز وجل لنا وتوجيه أيضا لكن للأسف الشديد أغلب هؤلاء المطلقين يعصون الله ويعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سبحان الله تنسد أمامهم الحلول لا يجد حل لماذا؟ لأنهم عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيا أخي الفاضل أنت الآن لست بحاجة إلى فتوى بقدر ما تحتاج إلى قضاء فتزور القاضي الشرعي مثلا تنتقل إلى دولة إسلامية وتقول والله دولة مسلمة تقول والله أنا حصل مني كذا وكذا طبعا القاضي يطلب زوجتك تجلسون أمامه يحاول أن يسأل زوجتك أسئلة كثيرة ممكن الزوجة تذكر الزوجة في الغالب ما تنسى خاصة مساءل الطلاق ولذلك أنت الآن قبل ما تذهب القاضي اسأل زوجتك إذا قالت لك لأن طلقت فقط مرتين بقي عليك مرة إذا قالت لك لا تطلقت عشرات المرات الله يعينك لا بد من قاضي يحكم في موضوعك لا بد من قاضي يحكم في موضوعك بارك الله فيك عبد الله السوقي من ليبيا بارك الله فيه يقول هل يجوز أني أسمي ابني باي عبد الله السوقي من ليبيا بارك الله فيك أنا ما أعرف يعني معنى باي أنا ما أعرف الله معنى باي هل معنى باي عندكم لها معنى يعني جيد مثلا أنا ما أدري فإذا كان باي متداول عندكم ويحمل معنى جيد مثلا لا بأس أما إذا كان لا يحمل معنى معنا جيدا وإنما معنى سيء لا يجوز أو تقصد بأن الاسم هذا هي اللفظة الأجنبية التي فيها فيها توديع للآخرين باي يقول باي هل هذا يسمى الإنسان بها ولده هذا ما يجوز كيف الشخص يسمى ابنه بلفظة أجنبية وتحمل اسم الوداع هذا ما يصرح يا أخي الفاضل لذلك أنا أعتدر منك لكن أنا أعطيك الجواب بهذه النقاط إن قصدت اللفظة الأجنبية القائمة على التي تحمل معنى التوديع لا يجوز إذا كان باي عندكم متداول ومعمول به وله معنى طيب لا بأس به إذا كان يحمل معنى غير معنى غير جيد هذا تجتنبه بارك الله فيك وبعدين يا أخي الفاضل يعني الأسماء كثيرة ولله الحمد والمنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على التسمي بأسماء الأنبياء سمي إبراهيم إسماعيل إسحاق صالح مثلا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك الأخ عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم من سمى ابنه بلفظ الجلالة الله عبد الله من الإمارات بارك الله فيك أولا بالنسبة للتسمية بلفظ الجلالة الله محرم ولا يجوز وذلك لأن هذا الاسم لفظ الجلالة خاص بالله عز وجل لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أو ابنه أو غيره بهذا اللفظ وهناك أيضا بعض الأسماء الحسنى لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه أو غيره به مثل الرحمن مثل القدوس لأن هذا مما لا يليق إلا بالله عز وجل ولذلك تسميت الإنسان نفسه أو ابنه بهذا الاسم الذي هو لفظ الجلالة منكر عظيم منكر عظيم يستحق عليه العقوبة مسألة ثانية بالنسبة إذا سألت وتقصد أنت في الدولة هنا هذا غير صحيح أبدا لأنه ما يمكن أبدا للجهات الرسمية أن تقبل شخص يسمي ابنه بلفظ الجلال إذا تقصد بأنك أنت شخص خارج الدولة ممكن قد يكون في دول مثلا لا تنطق العربية وقد لا يفهمون هذا المعنى لكن بالنسبة للشخص هذا هذا آثم وواقع في منكر عظيم واقع في منكر عظيم يجب علي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يغير هذا الاسم الذي سمى به ابنه فهذا الاسم لا يلق إلا بالله ولا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى بهذا الاسم الذي هو لفظ الجلالة ومرد جميع أسماء الله الحسنة إليه ولذلك تقول الله الرحمن الله الرحيم الله الكريم كل الأسماء الحسنة مردها إلى لفظ الجلال بارك الله فيك عوض أبو محمد من عجمان يقول إذا قام الإبن بعمل خيري كوقف لوالدي في أحد الجمعيات الخيرية كحفر بئر مثلا هل الأفضل أن يخبرهم بهذا أم يكتم هذا الأمر أخي عوض من عجمان بارك الله فيك لا شك بأن قيام الإبن بأعمال صالحة مشروعة يرجو ثوابها لوالديه عمل طيب ويدخل ضمن بر الوالدين ويكون مأجور على هذا قضية إخبار الوالدين أو عدم إخبارهم الذي يظهر أن المصلحة تقتضي أن يخبرهم بذلك لماذا؟ لأن إخبار الولد والديه بمثل هذه المشروعات أولا يدخل السرور عليهم الأمر الثاني يعني يزيد من محبة الوالدين لولدهما الأمر الآخر يشعر الوالدان بطمأنينة وراحة حينما يشاهدان هذه المكافأة من الولد لوالديه لأنه للأسف الشديد كثير من الآباء إذا دلفوا إلى عمر متأخرة يهجرهم بعض الأولاد وينسونهم ويعني يبدأون يتعاملون معهم بتعامل غير جيد فهذه المرحلة السنية يحتاج فعلا الأب أو الأم إلى مثل هذه البشائر التي يقدمها الإبن لهما فلذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا طيب وهذا ليس له علاقة بالرياء الرياء أن تعمل العمل الشرعي الأخروي ترجو به الدنيا أنت لا قدمت شيء ولذلك المصلحة تقتضي أنك تخبرهما بذلك هكذا بارك الله فيك أم فهد من السعودية تقول حمواتي عاملوني بحقد وكراهي وأنا أحسن إليهم وما أبغى عيالي انقطعون عن عماتهم يعني ما النصيحة في هذا أختي أم فهد من السعودية بارك الله فيك أولا تشكرين على حرصك على صلة الرحم بين أولادك وبين عماتهم ولا شك بأن هذا يدل على نضوج عندك ولله الحمد ومخافة لله ويدل على أنك إنسان ما تضيعين بين عاطفة الحب وعاصفة البغض كما يحصل عند بعض النساء هدان الله وإياهن فبعض النساء إذا صارت مشكلة بينها وبين مثلا حمواتها بينها وبين أهل زوجها راحت وفجرت الوضع مثل ما يقولون تكره عيالها بعماتهم تكره عيالها بأعمامهم تكره عيالها بجدتهم مثلا وهذا ظلم والعياذ بالله وطبعا طبيعة الأولاد أن يميلون مع والدتهم مع أمهم هذه عاطفة لكن المرأة العاقل المرأة التقية النقية لتخاف الله عز وجل تقول لهم لا هذه بيني وبين عماتكم ما لكم علاقة خلكم صلوا عماتكم صلوا أعمامكم روحوا لجدتكم هذه المرأة التي تخاف الله أما بعض النساء وللأسف الشديد ما تسيطر على تصرفاتها وتتلخبط الأوراق لديها هذه المرأة غير ناضج وغير عاقل وعندها ضعف في مخافة الله سبحانه وتعالى عندها ضعف لأن بعض النساء تتمنى أنها تشكل مثل ما يقولون تأييد لها من كل أحد حتى يصرون ضد مثلا حمواتها وتتمنى كل واحد حتى عيالها وبكرة أو بعد فترة يصطلحون ويظل الحقد في نفوس الأولاد يغذيه الشيطان الشيطان يغذيه ويسقي هذا الحقد وش استفادت الأم فأنت امرأة عظيمة بارك الله فيك وجزاك الله خير بالنسبة لهم يا أخت الفاضلة داريهم المدارات جانب شرعي يا أخواني يا أخواتي ليش أنت يعني أحيانا أنا أضرب مثال أقول قد يبتلى الإنسان بمرض مزمن صح ولا لا يعني بعض الناس يبتلى بمرض ويأخذ عليه أدوية طوال العمر يتعايش معه صح ولا لا يتعايش معه ابتله الله بمرض ويأخذ عليه أدوية يوميا متعايش معه ويمارس حياته بشكل طبيعي يداوم ويضحك ويصلي ويقوم الليل ويتصدق ويزور الناس كأن ما في شي افترض يا أخوة الفاضل أن هذا مرض إن شاء الله الفعل عنك بعيد وعن المسلمين تعامل معنا حاول أتكيف نفسك ليش لأن فيه فيه صلة في حبل ممدود هذا زوجك هذول أخوات زوجك هذه والدة زوجك المرأة العاقل هي اللي تعرف كيف تتعامل لذلك الله عز وجل قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه صديق حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولذلك الإنسان إذا صار عنده عدو إنسي وعدو شيطاني الشيطان أمرنا الله عز وجل بأن نستعيذ بالله تعالمه وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله ما يمكن دفع أذية الشيطان ما يمكن دفع أذية الشيطان إلا بالاستعاذ طيب هذا العدو الإنسي وش أسوي مع هذا أداريه فإذا الذي بينك وبينه عداوك كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أزيد من برهم والإحسان إليهم أكرميهم صدقيني بأن الله عز وجل يرفعك ويضعهم وأن الله عز وجل يقذف في قلوبهم تعظيم لك وهيبة ليش؟ لأن يشوفون يحاولون يؤذونك وأنت تحسنين إليه يا أخوان ويا أخوات العملية ليست عملية والله أنا أرد الصاع صاعين يقدر الواحد يرد الصاع صاعين لكن ما هي الآثار والمآلات والعواقب سيئة لكن للي يقول أنا وكلت أمري إلى الله عز وجل فإن معه الفئة التي لا تغلب فالله ظهير ونصير لكل من وكل أمره إليه سبحانه وتعالى وكل أمرك إلى الله أكرميهم ادفعي شرهم بالإحسان إليه بارك الله فيك يا أخت الفاضلة أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول لي ولد عمل غلط بالنسبة لي أنا هذا الغلط كبير حلفت على القرآن بأن لا يعود لهذا الغلط وحلف وعد لي لكنه عاد ولكنه ضعف وعاد تقول ما العمل أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك أولا السؤال هل ابنك بالغ أم دون البلوغ فإذا قلت لي بأن ابنك دون البلوغ فلا شيء عليه ترتب عليه من الأحكام يعني الكفارات أو شيء الأمر الثاني إذا كان بالغا وحلف لك بالله أو حلف بكلام الله يعني المصحف الذي هو كلام الله صفة من صفاته ثم عاد فعليه كفارة يمين كفارة يمين إطعام عشرة مساكين إذا كان عنده مال ما عنده مال يصوم ثلاث أيام الأمر الثاني نصيحة لك أخت الفاضلة لا تسلكين هذا المسلك مع الأولاد أحرصي على أن لا تأتي بالولد وتحل فينا على القرآن أو تحل فينا تقول يحلب بالله العظيم لا أسلكي يعني أسلوب الترغيب والترهيب يعني حاولي أن تسلكي معه هذا المسلك وإحرصي على أن تبتعلي على قضية أنه يحلف على هذا الشيء أنت ترين هذا العمل كبير وهو يراه دون ذلك مثلا وطبيعة الآباء والأمهات ما يرضون أن أولادهم يقعون في الأخطاء لكن عموما بارك الله فيك إحرصي على أنك تبتعدين عن مثل هذا الأمر يبقى قضية الكفارة كما فصلت لك أنا قبل قليل أمت الله من العين الإمارات تقول حدث معي وأنا في الختمة توقفت من قراءة وردي في سورة العنكبوت بعدها ولأني أتل القرآن من حفظي ولله الحمد وأنا أعمل وأنا أصلي فنسيت أني توقفت عند العنكبوت وبدأت من سورة لقمان إلى ما تيسر لي تقريبا جزء بعدها ظن مني أني كملت الروم لكنني نسيت السؤال هل عود وأقرأ الروم فقط ثم أكمل قراءتي من حيث وصلت أم يجب الترتيب والعودة أختي أمت الله من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله وحرصا أخت الفاضلة يعني ما تحتاجين أنك يعني قصدي أنك لما ترجعين تقرأي ما بعده ارجعي إلى سورة لقمان وقرأيها ثم انتقلي القراءة اللي قرأتيها هذه وقعت صحيحة إن شاء الله تقرأي ما بعده لا يلزم الترتيب في الختمة لا يلزم يعني ليس شرطا يعني شخص مثلا قرأ من نصف القرآن إلى آخره ثم جاء وقرأ من أول قرآن إلى منتصفه ختم ولله الحمد والمن بارك الله فيك أم عمر من اليمن تقول قبل عشرين سنة ضع ذهبي ونذرت إذا لقيت الذهب أدي وحدة أعطي وحدة أجنيه وبعد ما لقيته ما أوفيت بنذري وبعته وسرت الحج والحي ماذا علي أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا بالنسبة للنذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النهي حمله بعض العلماء على التحريم وبعض العلماء حمله على الكراهة والأمر الثاني يجب على الإنسان أن يوفي بنذره لأن النذر عهد بين العبد وبين ربه أنت قلت يا رب إن يسرت لي أن أجد الذهب سأعطي فلانا جنيه ذهب والله عز وجل يسر لك وجدت ذهبك ورحت نقط العهد الذي بينك وبين الله عز وجل هل هذا يليق؟ ما يليق الأمر الثاني حجك إن شاء الله صحيح إذا توفرت الشروط والأركان لكن يبقى خضية النذر يجب عليك أن توفي بالنذر واليوم قبل بكرة اليوم تأخذينها جنيه وتعطينها هذه الحرمة اللي أنت عينتها قلت إذا لقيت الذهب بعطي فلانا تعطينها جنيه ذهب حتى تلقي الله عز وجل وما في ذمتك شيء بارك الله فيك أم ثامر بن اليمن تقول هذا يجوز المرأة غسل الطفل أثناء الولادة وختان ختانه وهو قد توفي نزل ميتا أختي أم ثامر بارك الله فيك بالنسبة للمرأة نعم يجوز لها أن تغسل الذكر الصغير الذي دون سن سابعة وهذا طفل صغير نزل من بطن أمه أما قضية الختان ليس هناك حاجة وإن كان نص عليها بعض الفقهة ما في حاجة إلى مسألة الختان بارك الله فيك تكتفين بالغسل أم نعيم من الشارقة تقول لولد واحد وثلاث بنات الجميع متزوج ابني يسكن معي عمره يقرب من الخمسين علمته تعبت عليه وتعبت عليهم كلهم خرجتهم من الجامعات لديهم وظائف ابني شفت منه الويل قلة الأدب بالتعامل والشتم بأسفل العبارات من غير ذنب حتى قال لي انقلعي منها البيت والله يأخذك ويريحني منك رغم أنه ساكن معي في بيتي ومرته تتخانق معه على قلة أدبه معي ومع خواته ماذا أفعل؟ أختي أم نعيم بارك الله فيك من الشارقة أنا أقترح قبل ما أجيبك أنك تعرضي ابنك على مستشفى الأمراض العقلية عرضيه وديه طبيب نفسي وديه المستشفى الأمراض العقلية لأنه يعني مستحيل ولد بهذا السن الآن مشارف على الخمسين أو دخل الخمسين ومتزوج عنده أولاد ووالدته تعبت عليه هذا التعب يروح يعاملها بمثل هذه المعاملة ويدعو الله يقول الله يأخذك ويريحني منك ويقول لأمه اطلعي من البيت أبدا هذا أحد رجلين إما أنه مريض عقلي عنده مرض عقلي وهذا أرحم لي عند الله سبحانه وتعالى بالمناسب وإلا والعياذ بالله إنسان بلغ العقوق في قلبه مبلغ حتى أن قلبه تحجر بل أشد من الحجار نسأل الله العافية والسلام وأكبر دليل زوجته تنكر عليه زوجته هذه بنت الحلال جزاها الله خير تنكر عليه كيف تتعامل مع والدتك بمذل هذه الطريق ولذلك اخت الفاضل اعرضي ابنك على طبيب عقلي طبيب نفسي اعرضي على مستشفى الأمراض العقلية يقول لي لا اذهب أنت غير طبيعي إنسان غير طبيعي إذا والله سليم هذا مسكين هذا هذا الآن جالس ينتظر العقوبة من الله عز وجل جالس ينتظر العقوبة من الله عز وجل هذا مو بكلامي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام القائل ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخر عن العذاب من البغي وقطيعة الرحم البغي وقطيعة الرحم وابنك جمع الأمرين جمع قطيعة الرحم بمثل هذه الألفاظ السية والبغي عليك والاعتداء عليك نسأل الله العافية والسلام فلذلك تلفاظ الله ذكري بالله خوفي قل إلى أنا أمك أنا جنتك أو نارك لا بد أن يفهم هذا الشيء بالمناسبة العقوبة لا يلزم أن يكون والله مرض مزمن ولا حادث سيارة لا 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 أشد عقوبة يبتل الله عز وجل بها الإنسان يوم أن يسلب الإيمان منه يوم أن يقسي قلبه نسأل الله العافية بسبب ذنبه بسبب ذنبه فلذلك أخت الفاضلة والله مؤلم السؤال اللي أرسلتيه لكن هذا الإبن يجب أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقع عند رجليك ويطرب منك العفو والصفع وأكيد أنت ستسمحين له وتعفين عنه لأنك أم مهما كان فذكري بالله وأيضا لازم يفهم بأن المسائل دين كما تدين تدان ودقة بدقة وإن زدت زاد السق أبدا هذه المسائل دين يأتي من يعامله بمثل المعاملة اللي عاملك من أحد أولاده أو أحفاده يسلط الله عز وجل عليه نسأل الله أن يتوب عليه وأن يهديه محمد من سوريا بارك الله فيه يسأل يقول طبعا محمد يقول أنا ساكن في الإمارات أشتغل في مكان عملي تعرفت على بنت من جنسية طبعا غير عربية مسلمة حبيت البنت حبتني يعني قلت لأهلي أريد أن أخطب البنت عارضوا عارضوا الفكرة ويعني البنت كويسة أفتح الموضوع مع الوالد باستمرار أقولهم شوفوا البنت شوفوا أهلها أنا أريد أن أستر على نفسي يقول يعني رفضوا هل يجوز لي أني أنا أروح أخطبها من وراء والدية محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا يا أخي الفاضل أنت ذكرت عمرك صغير يعني ذكرت عمرك 22 سنة أولا يا أخي الفاضل بالنسبة للزواج قائم على الوفاق والاتفاق والفرح وليس قائم على الخلاف والشقاق والمعارك إنسان يدخل في معركة مع والديه ومع أرحامه هذا غير صحيح الأمر الثاني اعلم بأنك إذا تزوجت هذه الفتاة ستأتي بأولاد وإذا بقي الأهل في حالة غضب عليك ستتقطع الأرحام أنت ما تدرك الآن خلفيات ومآلات هذا الأمر ما تدرك المسألة الأخرى أنا لا أريد أن أتكلم على مسألة يجوز هذا يجوز يجوز إنسان تزوج الكتابية اليهودية والنصرانية الله عز وجل الأباه قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني المحصنة الكتابية التي تعتقد حرمة الزينة يجوز لك أنك تزوج كيف مسرمة من دولة غير عربية يجوز لك لكن أنا أتكلم معك على قضية المصالح والمفاسد فأنت إذا أقدمت ستبدأ الدخول في طريق مظلم ستبدأ الدخول في طريق شائك وستندم أشد الندم على إقدامك على هذه الخطوة الغير ناضجة سامحني أقول لك غير ناضج لذلك أخي الفاضل مهم جدا أن يرضى الوالدان مهم جدا أنك يقتنعان بهذا الزواج وإلا لا تقدم أبدا لا تجعل العاطفة هي المقدمة الآن واضح بأنك تعلقت في البنت تعلقت فيك غاب العقل الآن الآن موجود دور العاطفة والعواطف عواصف العواطف عواصف فلذلك أخي الفاضل هذا قد يؤثر على أسرتكم قد يؤثر على خواتك في المستقبل يعني أشياء من هذا القبيل لا تأخذ تختزل الموضوع في شخصك فقط وتنسى الآخرين لا الموضوع هذا حاول أن تنظر في سياقاته في المؤثرات التي ممكن أنها تنتج بعد ذلك وارضي والديك فإن في رض الوالدين الخير والبركة الأخت أمت الله من تركيا تقول الحمد لله عندي عبادات في الصبح وفي الليل الأهل والأصحاب أحيانا يسألوني ما الذي يشغلك عنه لما أخبرهم هل يعني ما أقول أنا أتعبد مثلا هل هذا يكون من باب الرياء أخت أمت الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك أخت الفاضلة أولا لا بد أن نعرف ما هو الرياء الرياء مأخوذ من الرؤية أو من المراءة بمعنى أنك أنت الآن تقومين بعبادة أمام الناس حتى يرونك ليمدحوك أو ليكافئوك مثلا السمعة كذلك التسميع حتى يسمع الناس فيكون الإنسان يأتي إلى عمل شرعي من الأعمال من عمال العبادة يريد به الدنيا يريد به الدنيا يريد به الناس يريد ثناء الناس هذا هو المعنى هذا هو المعنى ومع هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يسد ويحسم الذرائع والطرق التي قد تفتح له هذا الباب لأن الإنسان في عافي يعبد الله بينه وبين رب عز وجل لكن أحيانا يعني قد يحصل موقف يمكن هذا الموقف يجعل الإنسان يتكلم في عباد والإنسان مطالب أن يخفي العمل الأصل إلا في الأعمال التي هي من الشعائر الظاهرة إلا في الأعمال التي مصالحها راجحة مثل قول تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فلذلك يعني مثلا أحيانا شخص يقول والله أنا شفت أمس شيء في السماء مثلا فيقوم شخص يقول نعم أنا شفته فهنا يتدارك الإنسان يقول أما أني لم أكن في صلاة أنا ما كنت أصلي لكن مصادفة أو شيء مثلا هذا القصد فأنت يخطل فاضلة حتى تحافظين على هذه العبادة اللي مجتهدة فيها قولي لهم والله أنا مشغولة كلمة مشغولة تفهم على معاني كثيرة فأفضل من تقول والله أنا كنت أقرأ القرآن أنا كنت أصلي أنا كنت كذا قولي أنا مشغولة وبهذا الحمد لله تحافظين على عبادتك وأيضا تقدمين الاعتذار للأهل يعني صويح عبادتك اللي يسألن عنك باستمرار قولي والله أنا مشغولة عندي أعمال وعندي عندي ارتباط عندي مهام مثلا أعتقد أنك كفيلة بأن تحافظي على عبادتك الأخت أمت الله من السعودية تقول يعني عندي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي ندمت على ما كنت أصنع فيه فماذا أفعل به هل أحذف ما يوجد في هذا الحساب أم أحذف هذا الحساب مرة واحدة نهائيا علما بأنه يوجد فيه محادثات كثيرة وصور وأشياء ومن هذا القبيل ماذا أصنع الله يعافيكم أخت أمت الله أولا أخت الفاضل أولا احمد الله عز وجل واشكريه الذي منع عليك بهذا الفتح وبهذا الوعي ذلك أن الله تعالى مد في عمرك وفسح في أجلك لتستيقظي بعد هذا السبات فهذه نعمة من نعم الله ولذلك أكثر من شكر الله ومن حمد الله سبحانه وتعالى الذي منع عليك بالهداية وفتح على قلبك الأمر الثاني أختي الفاضلة يجب عليك أن تبادل إلى إلغاء هذا الحساب وحذفه نهائيا وحذف كل المحتويات التي فيه ما دام أنك ذكرت بأن هناك ندم شديد على ما كنت تقومين به من خلال هذا الحساب وواضح أنت ما صرحت لكن هناك أشياء محرمة فحذف هذا الحساب بالكل لماذا؟ حتى لا يبقى الوزر عليك بعد ذلك لأن يا أختي الفاضلة هناك من الناس من إذا مات ماتت سيئاته معه وهناك من الناس من إذا مات بقيت سيئاته بعد نسأل الله العافية والسلام وهذا أكثر ما ينطبق على مثل هذه الحسابات وهذه المواقع التي سخرها أصحابها لنشر الفساد ولنشر السوء ولنشر البلاء بين الناس نسأل الله العافية والسلام ولذلك أختي الفاضلة كما أن هناك أناس إذا ماتوا بقيت حسناتهم تجري عليهم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدق جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يعني في أناس الآن ماتوا من 1443 سنة إلى الآن تجري الأجور عليهم بإذن الله جل وآه لماذا؟ لأنوا خلفوا علم خلفوا أوقاف خلفوا خير هناك أناس والعياذ بالله ماتوا ولم تمت سيئاته فيتجري عليهم نسأل الله العافية والسلام والذين ينشرون البدع يكتبون المصنفات التي تشكك في الدين في العقيدة هؤلاء تجري عليهم سيئات وأنا في تقديري ليس هناك مثال معاصر مثل هذه الوسائل يموت بعض الناس ويخلف حساب مليء بالشر والفساد ومليء بالفاحشة ومليء بكذا كيف يلقى الله عز وجل هذا الإنسان كيف يلقى الله عز وجل وهو قد خلف ما فيه فساد للناس فلذلك اخت الفاضلة احسم الأمر من الآن احذف هذا الحساب بكل محتوياته حذري من تعرفين بأن يتوبون إلى الله عز وجل من هذا الطرح وهذه المحتويات التي يسممون فيها عقائد الناس أفكار الناس أخلاق الناس دمروا كثير من الأسر دمروا كثير من الأخلاق يعني ماذا ينتظرون ماذا ينتظرون فإذا لقوا الله عز وجل ما حجتهم بين يدي الله عز وجل ما حجتهم بينه ماذا يقولون ما هو عذرهم عند الله سبحانه وتعالى فلذلك اخت الفاضلة بادري إلى حذف هذا الحساب الكلية وبرأي الله عز وجل من هذا الحساب وحذري من يعني تعرفين بأن يتركوا مثل هذه الأمور فيه أناس لقوا الله عز وجل لهم حسابات إلى الآن الناس يستفيدون وينتفعون بها علم وحكمة وإضافات لنا وفيه أناس نسأل الله العافية والسلام اللهم عافنا يا رب إلى الآن بقيت لهم حسابات ما زال المحتوى سيء ما زال المحتوى سيء وما زالت ما زالت ميزان سيئاتهم يتلقى هذه السيئات فالحمد لله الذي تابع عليك الحمد لله الذي فتح على قلبك لا تترددين في حذف هذا الحساب وأيضا يعني حاول أن تحدث حسنة ما هو الحسنة أنك عندك قدرة على فتح حساب فيه نشر للإسلام نشر للقرآن نشر للسنة الدعوة إلى الله هذه حسنة بعد سيئة هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الأشياء وإذا تقول الله أريد العافية والسلامة أيضا هذا جيد وتبتعدين عن مثل هذه الأشياء بارك الله فيك أمت الله من العراق تسأل تقول هل يجوز للأب أن يلعن أبناءه أختي أمت الله بارك الله فيك من العراق لا يجوز للأبي أن يلعن حيوانا لا يجوز للمسلم أن يلعن حيوانا كيف يلعن أولاده؟ نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام إذا كان المسلم ممنوع من أن يلعن حيوان أو يؤذي حيوان كيف يؤذي أولاده باللعن؟ كيف يؤذي أولاده باللعن؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف المسلم قال ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعانين بأن لا يكونوا شفاء يوم القيامة هؤلاء الذين يكثرون اللعن لا يكونوا شفاء يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة طيب اللعن ما هو اللعن هو الطرد عن رحمة الله كأن الآن زوجك يقول لأولاده الله يحرمكم من رحمته هذا المعنى هذا المعنى الله يلعنكم يعني الله يحرمكم من رحمته عليها ليق هذا ولذلك زوجك علي أن يتوب إلى الله تستغفر الله وأن يكف عن اللعن على أولاده غير أولاده فليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاعش ولا بالبذي قولي لهذا الكلام بارك الله فيك شمسة من دبي تقول ما حكم شراء ملابس كن دورة غير مخيطة من الاستجرام وتكون معطرة أرسلها للخياطة هل علي ذنب أختي شمسة بارك الله فيك اللي يظهر من سؤالك بأن هذا الشراء لأجل هي قطعة قماش وتفصل وفيها شيء من الطيبة والعطم لا حرج ما في شيء الممنوع أن المرأة تتعطر وتمر على الرجال سواء ذاهب إلى المسجد أو ذاهب للسوق هذا الممنوع أما ثوب معطر قطعة قماش معطرة وترسلونها للخياط للخياط لخيطها ما عليك شيء ولله الحمد والمنه أم سعيد من اليمن تقول هل يجوز الصلاة في البرقع أم سعيد من اليمن الصلاة في البرقع صحيحة الصلاة في البرقع صحيحة لكن لماذا تلبسين البرقع أثناء الصلاة تقولين لي والله أنا في مكان كله رجال نعم تقولين والله أنا في حديقة أو في مكان ويشاهدوني رجال من بعيد لا حرج تقولين لي أنا في البيت ما عندي أحد أقول لك لا كيف المرأة تحرم في وجهها تصلي ويكاشف وجهها في بيتها تقولي والله أنا عند إخواني وعند أبوي عند جدي أقول لك لا ما تصلي في البرقع تكشفين عن وجهك في الصلاة بارك الله فيك أبو فراس من اليمن يقول أنا مقيم في مصر حاليا أنا مع أبي وأمي أقوم بكل واجباتهم لكن الأكثر أبي وعندما أريد أن أقوم بواجبات الوالدة ومستحقات عفوا أريد أن أقوم بالواجبات والمستحقات للوالدة يقول أبي لا يرضى يعني يتكلم علي ولا يريد أن أشتري لها أي حاجة يقول هي أيضا هو ذكر بأن والده مريض وشيء من هذا القبيل يقول هل علي إثم إذا ما ساعدت الوالدة أبو فراس من اليمن تقول لك بأنك تعيش في مصر أقول الفاضل بالنسبة لبر الأبي والأم هذا أمر حتم وواجب على الإنسان الأمر الثاني أن بر الوالدة يزيد على بر الأم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمك 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 ثم قال أبوك المسألة الثالثة الوالد ليس له الحق أبدا أن يمنعك من بر الوالدة وتوفير الضروريات والحاجيات بل والكماليات ليس له الحق في هذا إلا إذا كان هناك سبب أنت ما ذكرته لذلك ليس له الحق إذا والله رأيت بأن الوالد لو اكتشف بأنك تساعد الوالدة وهو مريض قد يتأثر لا تخبره بهذا وإنما ساعد الوالدة من وراء الوالد بشكل يعني خفي لا يشعر به الوالد ما دام أنه هذه عقلية الوالد وأيضا يعاني أمراض ممكن تساعدها من وراء الوالد بارك الله فيك أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت إن شاء الله نكمل في اللقاعات القادمة بحول الله تعالى وقوتي ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته